أكد وزير الاستثمار المهندس خيري عمرو دعم الحكومة للمشاريع الحيوية التي تساهم في تطوير البنى التحتية وتقديم منتجات صناعية ذات أولوية كالمشتقات النفطية ورفت الوزير خلال زيارته لموقع شركة مصفات البترول في الزرقاء إلى أهمية المصفات الاستراتيجية ومشروع التوسع الرابع المنوي تنفيذه في تعزيز أمن التزود بالطاقة فيما أكد مدير عام الشركة عبد الكريم العلوين أن منتجات الشركة من الغاز المسهل والبنزين ووقود الطائرات والكاز وأوضح أن الشركة تقوم بتكرير النفط السعودي بالإضافة لكميات من النفط العرقي ونحو 200 برميل يوميا من حقل حمزة طاقة عامل أساسي وضروري وهو من الأمور اللي الأردن بتعاني من ارتفاع الكلفة لذلك كل تطور وكل تحسين ممكن يسير في تخفيض الكلفة شيء أساسي ومهم وهو يدفع عجلة الاقتصاد والتنافسية للأردن وإحنا لذلك نقف على هذا المشروع والتوسع اللي بده يسير وإحنا برأينا هذا شيء أساسي ضروري ومهم يخفض الكلفة يحسن الوضع البيئي كمان المتوقع الانتهاء من التقييم في منتصف العام القادم كلفة المشروع بحدود مليارين وستمائة مليون دولار والعائد يتراوح ما بين 13% كمشروع و17% كعائد على المساهمة وإن شاء الله تعالى الفوائد سيجنيها الشركة كمشروع استثماري مهم تنعكس إيجابين على الاقتصاد الوطني وتنعكس إيجابين على المواطن من حيث كلفة المشتقات النفطية ومن حيث نوعية المشتقات النفطية أيضا قال النقيب الصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله أبو عقولي إن النقابة تلقت شكاوى حول تأخر انسياب البضائع بسبب وجود معوقات في جميع المعابر الحدودية وخصوصا في العقبة من قبل كافة الجهات المختصة والرقابية وضف أنه تم طرح كافة المعوقات خلال اجتماع طارئ عقد اليوم مع مدير عام دائرة الجمارك اللواء جلال لقضاء حيث وعد بعقد اجتماع بالعقبة الأسبوع المقبل مع جهات ذات العلاقة لإيجاد الحلول المناسبة وأكد أبو عقولي أن النقابة وشركات تخليص البضائع ستتخذ جملة من الإجراءات التصعيدية في حال لم يتم التعامل مع المطالب بشكل جدي والمباشرة فورا لحل المشاكل التي تواجه قطاع التخليص ونقل البضائع ما يقارب 260 ألف أسرة استفادت من برنامج الدعم النقدي المؤقت تكافل ثلاث المنفذ من قبل صندوق المعونة الوطنية منذ بدء العمل به بداية العام الحالي مدير عام الصندوق بالوكالة أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية برق دمور قال أن برنامج الدعم النقدي المؤقت تكافل ثلاث البلغ كلفته 150 مليون دينار والموجه للأسر المحتاجة الأكثر تضررا من جائحة كورونا سينتهي العمل به نهاية العام الحالي وبيّن أن عدد المستفيدين من البرنامج في مرحلته الأولى بلغ 100 ألف أسرة حصلوا من خلاله على دعم النقدي لعام واحد ثم قررت الحكومة توسعته ليشمل 160 ألف أسرة وحصلوا على دعم النقدي لمدة 9 أشهر سجل مؤشر بسوس لثقة المستهلك الأردني ارتفاعا بسيطا قلال الربع الثالث من العام الحالي ورغم هذا الارتفاع بقي المؤشر يتأرجح عند أدنى مستوى له منذ بدء الجائحة بسبب التباطئ في النشاط الاقتصادي وبحسب التقرير بقيت نظرة الشعب الأردني متشائمة حيال الوضع الاقتصادي في البلاد أو وضعهم المالي الشخصي أو قدرتهم على اتخاذ قرارات بشأن الاستثمارات طويلة الأمد فيما لم تشهد مسويات الثقة بالأمان الوظيفي أي تغير بسبب ارتفاع البطالة وعلى صعيد آخر لم تشهد ثقة الشعب الأردني في قدرة الحكومة على تحسين المستقبل الاقتصادي للبلاد أي تطور ملموس مع تزايد المخاوف من العودة إلى تطبيق سياسات مشددة تحد من التعافي المنشود في ظل ارتفاع عداد الإصابات في اختتام مشروع التجارة لأجل التشغيل أعلنت المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية المنفذة للمشروع دعم 27 شركة من الأردن عبر برنامج زيادة الصادرات من خلال التجارة الإلكترونية والأسواق الإفتراضية المشروع الممول من الوزارة الاتحادية العلمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية والحكومة الهولندية قدم دعما بقيمة 200 ألف يورو حيث سادف رفع القدرات التسويقية لثلاثين مشروعا صغيرا ومتوسطا في القطاع الصناعي من خلال الدعم المالي والفني ودعم الإصلاحات المؤسسية لتقليل العقبات أمام الشركات يتميز الأردن بأنه من الاقتصادات المتقدمة الرقمية في الإدارة الحكومية فقد انتقلت العديد من مجلطات الأعمال والتعليم العالي والأساسي إلى العمل عبر الإنترنت كما تقوم الحكومة بتبني معظم المبادرات والسياسات التي تشجع وتدعم وتنمي الاقتصاد الرقمي إلى جانب بناء شراكة حقيقية مع القطاع الخاص والذي تقع على عدره المسؤولية نفسها في تطوير خدماته والبدء في التحول الرقمي لن تقف الظروف أمام ذوي الإعاق الراغبين بالاستمتاع بمشاهدة البترة بعد تخصيص مركبات كهربائية صديقة للبيئة لنقلهم وأخذهم بجولات مختلفة في المدينة الوردية يهم المقعد النمساوي رودي بمساعدة بسيطة بركوب واحدة من عشر سيارات كهربائية حلت بدلاً من عربات تجرها خيول لنقل السياح في مدينة البتراء الأثرية في وسيلة نقل تساعد ذوي الإعاقة بالاستمتاع بالمدينة الوردية السيارة الكهربائية رائعة فقد وفرت فرصة لأشخاص على كرسي متحرك لزيارة هذا المكان الرائع أنا سعيد جداً بهذه الفرصة وبدأت الجهات المعنية في البتراء حديثاً استخدام سيارات كهربائية صديقة للبيئة في نقل السياح بدلاً من الحيوانات هذا الإجراء بإثر تجربة السايح لأنه بيكون في سيارة كهربائية مريحة هذه الكهربائية هي صديقة للبيئة وصديقة للموقع الأثري وبالتالي بشكل غير مباشر هذه السيارات الكهربائية بتحافظ على الموقع الأثري ومن أهم العوامل طبعاً بتقلل من نسبة سوء استخدام الحيوانات اللي كانت موجودة من البعض وتنقل تلك السيارات ذوي الإعاقة والمسنين مجاناً بينما يدفع السائح الأجنبي 25 ديناراً والأردني 15 دينار العربية كانت تحمل ركاب اثنين فقط الآن هاي فيها خمس مخصصة أنا تنقل خمس زوار من ناحية راحة للسائح أفضل خدمة أفضل برضو لكبار السن اللي كانوا أول محرومين من أنهم ينزلوا البترة في الآن بإمكانهم من أنهم ينزلوا للمعاقين واختيرت البتراء التي كانت عاصمة للأنباطمة قبل الميلاد كأحدى عجائب الدنيا السبع الجديدة عام 2007 وهي الوجهة المفضلة للسياح الأجانب